بسم الله الرحمن الرحيم لعلنا ندخل مرة أخرى إلى قرية العجائب ونذهب إلى مسجدها لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع أصحابه في مجلس مبارك تعطره فيه أنفاسه صلى الله عليه وسلم في مجلس مبارك تحفهم فيه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده فإذا به صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ينتقل بالصحابة إلى هناك إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن موسى سأل ربه فقال ربي ما أدنى أهل الجنة منزله أدنى أهل الجنة منزله يعني الرجل الذي هو أقله ما أعطيك ما أعطيه جميعا فقال الله تعالى له ذاك رجل يأتي إلى الجنة بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وبعدما يدخل أهل النار النار وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أنه يخرج من النار ويبقى عندها فلا يزال هذا الرجل يصيح يقول يا ربي قد آذاني سياح أهل النار وقبح ريحهم ونتنه اللهم فأبعدني عنها ثم يجلس بعيدا عن هذه النار يتأمل في حاله قال فتعرض أمامه شجرة عظيمة شجرة خضراء جميلة هذه الشجرة تحتها ماء يجري وفيها أطيار فيقول يا ربي أجلسني تحت تلك الشجرة فيقول الله تعالى له يا ابن آدم أما عاهدتني ألا تسألني شيئا آخر تقول أبعدني عن النار ولا أسألك شيئا فيقول يا ربي جلسني تحت تلك الشجرة أجلسني تحتها ولا أسألك شيئا آخر أبدا فيأذن الله تعالى له فيذهب ويجلس تحت تلك الشجرة فيشرب من مائها ويأكل من ثمارها يتمتع بينما هو على هذا الحال إذ عرضت له شجرة أخرى أحسن من هذه الشجرة التي هو تحتها فيبدأ يقول يا ربي يتصبر يريد أن يسكت لكن ما يستطيع يا ربي بلغني إلى تلك الشجرة الثانية فيقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغذرك ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق إذا بلغتك هذه الشجرة ألا تسألني غيرها فيقول وعزتك وجلالك بلغني تلك الشجرة ولا أسألك شيء آخر أبدا يكفيني عن أجلس تحت تلك الشجرة فيأذن الله تعالى له ويذهب إليها فإذا جلس تحتها وشرب من مائها وتمتع بنعيمها رأى من بعيد الجنة وبدأ يأتيه من روحها وريحانها ويسمع ضحكات أهلها ومزاح بعضهم مع بعض فيشتاق إلى أن يقترب من باب الجنة فيتصبر المسكين بينه وبين الله عهد لكنه ما يصبر فيقول يا ربي يا ربي فيقول الله تعالى ما تريد يا ابن آدم فيقول يا ربي بلغني إلى باب الجنة ما طلب أن يدخل الجنة فقط يريد بابها بلغني إلى باب الجنة وعزتك وجلالك لا أسألك شيء آخر أبدا فيأذن الله تعالى له بذلك فيذهب حتى يأتي إلى باب الجنة ويجلس عنده إذا جلس عند باب الجنة يأتيه من روحها وريحانها فيسكت ويتصبر يريد أن يدخل فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غيره أبدا فيأذن الله تعالى له فيدخل إلى الجنة العجيب أيها الإخوة أنه إذا دخل إلى الجنة هذا الرجل خيل إليه أنها ملأة ينظر إلى القصور فإذا فيها ناس ينظر إلى النهار فإذا فيها ناس يسبحون ينظر إلى الأشجار فإذا تحتها قوى مجالسون يخيل إليه أنها ملأة أنها مليانة أنه ما له مكان فيقول يا ربي تدخلوني إلى الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول الله تعالى يا ابن آدم أفلا يرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا أعطيك مثل ملك ما ذلك الملك كم عنده من القصور كم عنده من الدواب كم عنده من الزوجات كم عنده من الخدم كم عنده من الذهب من الفضة من الأراضي من البساتين من الثمار من الطعام من الشراب أعطيك يا ابن آدم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول يا ربي تعطيني مثل ملك ملك من ملوك الدنيا كل ما عنده تعطيني يقول نعم فيقول رضيت ربي فيقول الله هذا لك ومثله معه نضرب الفثنين ومثله معه ثلاثة ومثله معه ومثله معه فإذا قال الله تعالى في الخامسة ومثله معه صاح هذا الرجل بي على صوته قال رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمثاله يعني خمسين مرة مثل ملك ذلك الملك رب كريم عزيز سبحانه غني يقول هذا لك وعشرة أمثاله لا ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأراد قلبك ثم يقول الله تعالى له تمنى يا عبدي أعطني أمنياتك ايش تتمنى فيقول يا ربي أتمنى شجرة طولها كذا يقول هي لك يقول يا ربي أتمنى قصر شكلك كذا وكذا يقول هو لك فهذا الرجل انتهت الأمان عنده يقول يا ربي ما عندي أماني فيقول الله تعالى ألا تتمنى كذا ما تشتهي يكون عندك طعام لونه كذا فيقول بلى يقول هو لك أفلا تشتهي كذا يقول بلى يا ربي يقول هو لك أفلا تشتهي كذا بلى يا ربي هو لك ولا يزال الله تعالى يذكره بأمنياته هذا الرجل يدخل إلى الجنة بعد ذلك فإذا دخل ذاهبا إلى بعض قصوره وهو في أثناء الطريق يرى غلاما حسنا جميلا ما رأت عينه أجمل منه فإذا رأاه سجد له هذا الرجل يسجد لذلك الغلام فيقولون له ارفع ارفع ما بالك فيقول رأيت ربي يقولون لا هذا ليس ربك هذا غلام خادم من خدام خدمك هذا ليس خادمك هذا يخدم خدمك قال فيقوم ويمشي قليلا ثم يرى غلاما أجمل من الأول بكثير فيسجد له فيقولون قم ما بالك سجدت يقول رأيت ربي يقولون لا هذا خادم من خدمك ثم يمشي فيرى قصرا عظيما يتلأل أنوار ذهب فضة جواهر ما فيه من لؤلؤ وماس فإذا رآه منه الأنوار سجد فيقولون له قم لما سجدت قال رأيت ربي يقولون لا هذا بيتك هذا ليس ربك فلا يزال يتمتع بهذه القصور والدور والله سبحانه وتعالى يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لاحظ يقول لدينا مزيد إذن لا ينتهي إلى شيء أنت الآن قد تأكل شيئا ثم تمل منه أما في الجنة لا يقف إلى شيء المتاع لا تقف على شيء لدينا مزيد 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 إلى أبد الآبدين وقال سبحانه وتعالى للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرق وجوههم قتل وذلة يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يصف شيئا مما في الجنة من نعم ولذائذ يقول رضي الله عنه إنك لتنظر إلى الطير في الجنة طير يطير في السماء تنظر إلى الطير في الجنة قال فتشتهيه فيقع بين يديك مشويا أول ما تشتهيه يقع بين يديك مشويا وقال صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة هل ترى القوس التي يرمى بها جلوس القوس على الأرض إذا وضعت القوس على الأرض ما تشغل إلا حيزا يسيرا يقول صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قيل قاب القوس هو مكان رميه وقيل قاب القوس هو ما يكون من ثنيه إلى غير ذلك من المعاني المقصودي والإخوة أن في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر السؤال الكبير الآن كيف كان الصحابة يبذلون لأجل أن يدخلوا تلك الجنة التي يعد الله تعالى فيها بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأبداهنهم جاهم مناصبهم بل زد على ذلك أنهم ما كانوا يتركون شيئا إلا بذلوه في خلال الوصول إليها من صيام نهار بكاء أسحار صلاة في آخر الليل الدعاء لله تعالى الانتهاء عن المحرمات إلى غير ذلك لذلك أهل الجنة وهم فيها يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صبروا على شدة قيام الليل الصيام إلى غير ذلك فنعم عقب الدار أما أهل النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهوون أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يرزقنا فيها ما عدى الله تعالى لعباده الصالحين هذا بالله تعالى أجل وأعلم وصلى الله وسلم وبركة على رسل الله ترجمة نانسي قنقر